السلام عليكم و مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير و بصحة جيدة. هلو افريون و كومتو ماي تشانل. هبفولي افريون is doing well. my recipe for today is our green bread فطير. الوصفة تعليون خبز جزائري خبز الفطير. نحتاج لهذه الوصفة ثلاثة كيلات فتاعة دقيق رقيق و الكيلة التاعي فيها 300 غرام. we need for this recipe three measures of thin sumolina. my bowl continent is 300 grams. this is the second measure the third measure. الكيلة التانية و الكيلة التالتة. add salt. for each measure add half teaspoon of salt. زيدي الملح. الكل كيلة ديري نص مغير فتاعة الملح. و كما سبق و قلت الكيلة التاعي فيها 300 غرام. add one tablespoon of dry yeast. ملعقة اكل تاع خميرة الخبز. زيدي مغير فتاعة مكلة خميرة الحلويات. add one tablespoon of baking powder. my measure continent is 300 غرام. اضيفي حوالي 3 ملاق اكلت على الزبدة طارية. add about three tablespoons of batter rum temperature. وبالنسبة للزيت انا استعملت زيت الزيتون. نص الكيلة حوالي 150 غرام. add olive oil about 150 hundred grams. add half of your measure. وبالنسبة للكيلة تحبي تديري كيلة كبيرة ولا كيلة صغيرة. if you will prepare this bread for the first time. use small measure. or use a cup. اذا كنت اول مرة حتحضري هذا الخبز. قيسي ولا عبري بكاس ولا كيلة صغيرة. الزبدة. now start to mix the ingredients. sand your semolina. وفي هذا المرحلة بداية تخلقي المكونات. رم المليح بسبعتين يديك. والدقيق لازم يشرب مليح الزيت والزبدة. your semolina needs to absorb the oil. don't need. just sand with your fingers. in this time add water. the same measure water. and try to collect your dough. don't need. والان في هاد المرحلة زيدي الماء. بنفس الكيلة عمريها ماء. وبداية طمي في العجين. ما تعجنيش طمي برك. نعود نذكر بالنسبة للكيلة. الكيلة اللي تختاريها بها لتعبري قاع المكونات. الدقيق والماء والزيت. بالماء. وكما راكوا تشوفوا في الصورة. راني زد تعمرت الكيلة بالماء. ونزيد غير بشوية. ونطم منع الجنش. حتى نتحصل على عجينة متى ماسكة. I added the second measure of water. Don't need. Add the water slowly. Try to collect your dough. Until you get a smooth and nice dough. ديري هاد العملية باش تجمعي العجين. قطعي العجين. ما تعجنيهاش. ديري بك هاد العملية باش تطمي العجين تاك. Do this action like you cut the dough. Just to collect the dough. Don't need. وإذا حسيت باللي. زدت لها بزافتع الماء. خليها ترتاح لمدة خمس دقايق. باش تشرب هادك الماء. If accidentally you added a lot of water. Let your dough rest for five or ten minutes. To absorb that water. If not just add two tablespoon of sumolina. كيما قلتي. زدت لها بزافتع الماء. خليها تريح باش تشرب الماء. ولا ما كاش نتيجة. زيدي. حوالي زوج مغارف. ماك لا تعدقيق. رقيق. غطي العجينة تاك بالبلاستيك. وخليها ترتاح لمدة خمس دقائق. كوروك ينزل. ارتاح تحرير 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 5 مينات. وإذا حبيتي تديري خبزة وحدة. وكيلتي بكيلة ولا 300 غرام. ديري حوالي ثلتم غارف تعمك لزيت. والمحطة تنطملك. إذاً حرث أولاً، استخدام one Crème أو 300 g اضع 3 تبال سپورة أو الوضع هذين يدعوه ثم اترميه مع الناس حتى يتم إقصد نعنه جيد مع grit في هذه المرحلة، نضيع بعض الأعزيت باش نعمل الكورايات التعني كيش غلا أن ندهنو برك بالزيت نعمل عجنوه أسوال نضيفي في الثلاثة اللوح just brush your dough to make these balls don't need with the olive oil just roll your dough into the olive oil شكل الكريات تاعك ونسيت نذكرك انه طاجين ولا المقلة اللي طيبة فيها تكون يحطيتها على نار قليلة كي يكون تتحضري في الخبز باش تسخن وتكون وجدة you need to preheat your pan where you will bake your bread in the same time when you start preparing the bread والان خودي كورية من الخبز وحليها بالحلال ولا بالعود وديري شكل دائري ما تكونش رقيقة بالزاف وما تكونش خشينة مالاحسن انها تكون شوية على رقيقة start to make the bread with a roller open your dough and make a circle the size of your circle not too thin about one centimeter تكوني تفتحي في الخبز ما تضغطيش عليها بزاف باش ما تلسقلكش كي تجي ترفضيها when you open your dough don't press a lot to avoid your dough stick on your working table وبهذا الطريقة نرفض الخبز لتعنا بطريقة سهلة وبسيطة slowly try to hold the dough again fix with a roller to make the circle with a toothpick or fork make some holes on the surface of your dough بواسطة عود اسنان او الفرشيطة الشوكة نقوب بعمل سقوب على وجه العاجين حط الخبزة تاعك على الطاجين اللي تكوني سخنتيه من قبل على نار متوسطة ونبدأ وندورو هكذا الخبزة تاعنا put the bread in your pan which you preheated before in a medium heat and make holes with a toothpick or a fork نخلو الخبزة تاعنا الطيب وساعة لساعة نحركوها ونطلو ونشوفو اذا اخذات اللون الدهابي باش نقلبوها before you flip your bread make sure to get this golden color and press with a spatula don't forget to spin with your hand وكيفي بالخبز تاعك حطيه في هذا القرياج ولا اي حاجة تكون متقوبة باش يتنفس الخبز ويتهوى use these cooling racks for baking to cool your bread استعمل ورقة طهي باش يساعدك باش ترفدي العاجين للمقلاتة والطاجين وطيبه به if you struggle how to hold your dough use a parchment paper and do the same steps open the dough not to thin about one centimeter وفي بواسطة الفرشات او الفرشيطة اعمل سوقوب على سطح الخبزة وطيبها بنفس الطريقة في المقلات او الطاجين with the help of fork make some hearts and bake your dough with a parchment paper هذا نوع من بين عدة انواع من الخبز الجزائري وفي الفيديوهات الجاية ان شاء الله نحاول اني نقدم اكبر عدد ممكن من الخبز we have different types of bread this is just one i will share with you more algerian breads in my upcoming videos كيكون يطيب الخبز حاولي انك تغري وتضغطي بالمنديل او الطرشون باش يطيبلك الخبز في جميع الجوانب press the surface with a napkin or any piece of cloth this action will help to cook the bread evenly اضغطي على الخبز مع التحريك press and spin your bread sometimes وهنا راني رفت اخر خبزة بورقة الطهي ونخليها طيب this is the last dough i hold it with the parchment paper it was very easy with the help of spatula flip your bread and take off the parchment paper كي قلبت الخبزة نحيت ورقة الطهي وبنفس الطريقة نقعد نضغط بالمنديل او الطرشون حتى الطيب الخبزة استعملي spatula تكون عريضة بس تقدري تقلب الخبز وترفضه do the same and with the help of spatula flip your bread هذا هو الخبز الفطير اذا حبيت كمية كبيرة ضعفي في المكونات واذا كنتي اول مرة تحضر الخبز هذا حضري كمية قليلة كمية قليلة if you will make this bread for the first time use a small measure and if you want a large amount just double the ingredients this is argerian bread خبز فطير we eat this bread with a soup you can dip with it and also it's very delicious in your breakfast هذا هو الخبز الفطير الخبز الجزائري ناكلوا بهذا الخبز الشوربات او الحاساء لي soup وثاني نقدروا نغمسوا به هو خبز غماس وكذلك ناكلوا به فطور الصباح كما تقدروا تاكلوا هذا الخبز بالبن and you can eat this bread with a plain yogurt اتمنى الفيديو تاع اليوم يكون اعجبكم ونشكركم على المشاهدة hopefully you liked my video thank you for watching وكذلك ناكلوا بهذا المشاهد القناة